السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد النصائح طيبة فهذا العشر الأوائل من ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية فهذه العشر من ذي الحجة من أفضل كما قلنا أيام الدنيا فهنيئا لمن اغتنمها هنيئا له ثم هنيئا من صدقة ومن صلاة في وقتها ومن قيام ومن صيام وكل من يقول أن صيام عشرة أيام من ذي الحجة كلها لابد منها فإن كان له هذا المعتقد فصيامه غير صحيح لأنها من البدع لأن ما جاءنا في السنة النبوية الطاهرة أنه قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة ليس العشر كلها محتل لصمها بنية التقرب إلى الله لا بنية أنه الواجب أو أنه لابد فكما قال بعض العلماء لا بأس بذلك وأسأل الله فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة إن شاء الله فهنيئا لمن صام ذلك اليوم المبارك يوم عرفة وتقول عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة إلا فيما افترض عليكم كما قال بعض العلماء الكراهة ترفع لأن عرفة سيأتي إن شاء الله هذه السنة يوم الجمعة فترفع الكراهة ويصوم المسلم يوم الجمعة منفردا لأن يوم عرفة جاء في يوم الجمعة فيجوز صيام يوم عرفة إن جاء في يوم الجمعة مع أن الحديث منهي عنه صيام يوم الجمعة منفردا إما أن تصوم قبله بيوم أو بعده يوم إلا فيما افترض عليكم وهذه السنن والفرائض هي من سنن الله جل وعلا ورحمة منه سبحانه وتعالى أن المسلم يصوم يوم الجمعة ولا إثمع له لأن غدي يجي يوم عرفة الناس تقف فيه كي يغفر الله لها وأنت تصوم فيه لأنك لس حاجا في هذه السنة لأن الحجاج في يوم عرفة حرام عليهم الصيام وإحنا يجوز لنا الصيام كأننا وقفون معهم ومع ذلك إياك والحسد إياك والحقن إياك والكراهية إياك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق والخيانس والكذب إياك والبخل لابد أن تتصدق وتحسن إلى الناس ماشي أنك أتقرب الله عز وجل وتصوم وتقوم وتقرب بعدة سنن وفرائد في هذه العشر المباركة الطيبة وتنسى إخوانك المسلمين خاصة في هذه الأزمة الاقتصادية والمادية والجماعية أتنساهم من مالك وإحسانك فلابد أن نحسن إلى بعضنا البعض حتى يغفر الله لنا ويرحمنا ويتفضل علينا فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما سنقوم به بمشيئة سبحانه في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة فلا تنسوا الإحسان وطيبة اللسان والأخلاق إنه سبحانه وتعالى المنال الحنان فنسأل الله القبول لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى